اشتركوا في القناة والبناء ما نحكيكمش ان شاء الله هتجربوا هاد الكيفية واكيد راح تعجبكم مباشرة مع طريقة التحضير اذا هنا عندي رب حبات تعلبيد نضيرهم في ايناء ونزيدهم الرشة على الملح وعندي علبات دانات شوكولاتة اللي راكم تشوفوا فيها امامكم في الصورة واللي راح نستعمل هاديك العلبة كاميكيال لجميع المقادير الاخرى اول حاجة راح نديرها نفرق هاديك الدانات وندي هاديك العلبة نخسلها مليح وننشفها ونكيل بها كما قلت لكم المقادير الاخرى ندير مقدار تاع السكر في هاديك العلبة بعد ما خسلتها ونشفتها كما قلت لكم ونجرب باش ما نعمر هاش احتل الفم اهنا نسيوه في هاذ الوصفة باش نقصوا شوية الحلاوة اللي تكون زائدة كاين الناس اللي ما تبغيش بزاف الحاجة اللي تكون سوكري نزيد هادك المقدار تاع السكر كما راكم تشوفوا نجيب الضرب الكهربائي ونخلط هاديك المقادير قبل ما نزيد البقية وبعد ما تخلط لي السكر مع البيض نضيف العلبات على الزيت نضيفها بالتدريج مع الخلط بالخلط الكهربائي نضيفها على ثلاثة ولا ربعة على المرات نزيد العلبات على الحليب ونزيد الخلط ودروك نضيف علبة الدانات ونعاود نخلطها مع المقادير السابقة نضيف العلبة وننشفها وندير فيها النص تاع الكاكاو والنص الاخر تاع بودرة الشوكولاتة اللي نضيفها في الحليب للاطفال ونعاودوا دائما نخلطوهم بالخلط وفي الاخير نضيف زوج علبة نضيفهم بالتدريج كي ندير العلبة اللولة ندير معها الباكيتها خميرة نزيد ونخلط ومن بعد ندير العلبة الثانية ونخلط ومن بعد ندير النصف نجد المول تاع 30 على 30 سنتيمتر نجد المول تاع 30 على 30 سنتيمتر نضيفه وندير فيه خالط الكيك نصدق مملح وندير فيه خالط الكيكا نمسخنا الفرن التاعي راح ندخل الكيكا طيب مدة 30 إلى 35 دقيقة كل واحدة على حساب الفرن التاعها نضيفها نقص نسكافي ندو بمليح نسكافي في الحليب ونجعلها على جهة تبرد حتى تخرج الكيكة ونسقها بها ندهن شوكولات ندهن علبة نصفها كاكاو ونصفها بودرة ندهن مع الكيكة في الأول ندهن علبة على الزيت ونزيد العلبة على الماء نحركهم شوية ونحطهم فوق النار ونحركهم باستمرار لا نحبش التحريك حتى نشوف هذه الخالطة أو الصوص وشوكولات بدأت تتقل معنا كما راكم تشوفو هنا راهي بدأت تتقل ما زال ما غليتش راح يبدأ الغالة ينتحى نحسب لها دقيقة ونطفي هدا هو القوام اللي نتحصل عليه نطفي للنار نحط هديك السلسلة جيها ونضيف لها علبة عدانات اللي راح تمدلها واحدة دوق ضغيمون رائع نحرك ملاح الدانات مع السلسلة الشوكولات نحرك ملاح الدانات اللي وجدناها ورح تعطيكم محضلنا معان والكتفة دوماج ما يشتبان لكم ملاح في الصورة رايكينا شميسة ضربة فيها وبعد مباشرة ما خرجت الكيكة التاعي نتقى بها بعود الشيواء ونسقيها بالكاس نستعال الحليب مع الناس كافي نخليها تتشرب ملاح ومباشرة نغطيها من فوق بسلسة الشوكولات اللي كيما راكم تشوفوا فيها فغيمو رائعة نخليها فوق البوتاجي تبرد ملاح ومن بعد نضيل هادي كاغو نزينها بالمكسرات نغطيها بالفيلم أليمونتر وندخلها للدلاجة ليلة كاملة قبل ما نحطها في سحن التقديم هدي هي كيكة الدانات بعد ما بردت ملاح حنق الطحة إلى مربعات نحطها في سحن التقديم وكيما راكم تشوفوا فيها الشكل الطحة رائع والدوق الطحة أروع بزاف بنينة أكيد راح تعجبكم لو كانت تجربوها وتعجب أولادكم وش نقولكم إلى وصفات وكيفيات أخرى بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر